بكل تأكيد لن تتهم الدولمة العراقية أو الباتشة أو المسقوف في صناعة تقارب بين قوان سياسية أو كتل وأحزاب أو تغيير مصار انتخابات ما لكن في الهند يحدث هذا تماما فالبصل أكبر منتجات البلاد الوطنية من الزراعة يلعب دورا أساسا في التأثير على كسب الأصوات عند خوض معركة التنافس بين السياسيين وتلك غرائب السياسة ونكهة تركيبتها بتقلبات التحالفات تارة والاختلافات تارة أخرى ففي العراق يختفي البصل ويحضر النفط بقوة نفوذه عند بعض الجهات التي تضع ورقة التنافس غير الشريف في الإطاحة بحزب ما أو صناعة كتلة تحقق أهدافا بعيدة عن رغبة عامة الناس فيما تأخوض القوى السياسية الكبرى معركة البقاء للأكثر جماهرية وتأثيرا ويبقى الجزء الذي جربه الناس بما أوفى من وعود لاعبا هو الآخر في تحريك أحجار الشطرنج ورسم معالم كل انتخابات جديدة وبصورة مقاربة مجازية يبحث العراقي كذلك عن سياسيين يوفون بوعود تأمين مستقبل حياة كريمة كأن يعود ريع النفط لما ينعكس على مستقبل عراقي أفضل فهل يتسابق سياسيون على كرسي المنصب وكسب الأصوات لأجل العراق أم أن بعضهم عدو للبصل وإن كان على شكل نفط يحدد مصير الأجيال المقبلة تساؤل بنكهة عراقية لإيجاد طبقة سياسية تخلو منها ورقة النفوذ والمصالح في قادم الأيام تساؤل بنكهة عراقية لإيجاد طبقة سياسية تخلو منها ورقة النفوذ والمصالح في قادم الأيام